بما زي ما بنشوف وبنتابع مع حضرتك على الهوى منذ قليل يعني كنا بنتابع سير العملية الانتخابية احنا مصر بتتعامل بمنتهى الصدق والشفافية مع نفسها ومع المواطن المصري ومع العالم يعني المسيرة دي خرجت من جامعة سهاج مسيرة حب اسادزة وطلاب بس في الاول في الاخر كلهم مصريين ارتفاع معدلات ومستويات الوعي والادراك خارجين بمنتهى الحب كلنا بنحب مصر ولا استطيع التشكيك في احد بس فكرة التعبير عن الحب بالافعال هذا المشهد كاشف هذا المشهد هو 130 يونيو اللي كانت بداية النواة الرئيسية لفكرة الجمهورية دي اول مشهد جيه في بالي حالا وانا بشوف المشهد ده دول المصريين اللي استوعبوا حجم المخاطر والتحديات وحقيقة المغالطات اللي كان بيتم ممارستها ضد السياسة المصرية وحقيقة مواقف الدولة الوطنية المصرية برجالها المخلصين في كل مراكز الدولة المصرية ابتداء من رئيس الجمهورية ومؤسساتها المختلفة في مواجهة الظلم والعدوان بكل أشكاله الحقيقة دي درجة من درجات الوعي درجة الوعي دي اتبنت على مراحل السقة اتبنت على مراحل مراحل متعلقة بمواقف صلبة في ظل تحديات ومواقف دولية مقزومة مش مقزومة بس في حالتها الاقتصادية ولا مقزومة فقط بسبب الحروب مقزومة بالمقام الأول في ضميرها المصريين اكتشفوا أن من هنا ينبع الضمير الإنساني من هنا الدولة الوطنية المصرية برغم من الأزمة الاقتصادية العالمية اللي ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في مصر إلا أن احنا رفضنا كل الإغراءات ومحدش عارف يماز ضدنا أي ضغوطات فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية زي قضية فلسطين وإحنا بنفتح إيدينا لأشققنا السودانيين علشان ونعتبرهم ضيوف إحنا الدولة الوحيدة اللي بتعتبر البلدان العربية اللي بتحصل فيهم أزمات ضيوف أمرنا ما خدنا بثقافة اللاجئين ولا المخيمات أو غيرها بنعتبر كل الشعوب العربية مصر حقيقي بلدهم التاني لما بنقول يعني الشقيقة الكبرى يعني ده مش تشريف ده تكليف حقيقة ومصر بتطلع دايما بمسؤولياتها تجاه الأشقاء العرب في كل مكان هرجع لما أقول حضرتك تقدمت بيها أو بدأت بيها بحكم التاريخ بحكم الجغرافيا بحكم ضمرنا كبلد بحكم العلوم والمعرفة اللي اتنشرت في البلاد العربية بإيد المدارسين المصريين والعلماء المصريين احنا عندنا واجب وطني عمرنا ما تخلينا عنه وعمرنا ما يعني زيدنا به بالعكس احنا بنعتبره انه هو ده دورنا الطبيعي اللي احنا علينا تأديته في كل الأوقات تجاه قضيانا العربية من ناحية تجاه وطننا من ناحية تانية تجاه كل أمر متعلق بالإنسانية والحقيقة مقولة ان احنا مارسنا السياسة بشرف في زمن عزة فيه الشرف الأيام اللي فاتت كشفت حقيقة المقولة دي بشكل جبيع كنت بقول انه الإنسان بشكل عام وضعه هو نتاج لاختياراته وقراراته في الحياة حقيقة وبالتالي الشعوب هي أحوالها سواء كسياسية أو اقتصادية أو ما إلى ذلك هي نتيجة لاختياراتها وقراراتها فاحنا النهاردة نزول بشوفه مش اختيار لأنه هو ده واجب الناس النهاردة كانت على درجة كبيرة جدا من الوعي وكانت على درجة كبيرة جدا بالضراية بالتحديات اللي بتقابل بلدها صحيح وعلى درارية كبيرة جدا وده وعي فطري الحقيقة الشعب المصري طول الوقت بيفاجئ العالم فاجئهم في 30 يونيو برفضوا للانبطاح ورفضوا للانسياق وراء جماعة إرهابية والنهاردة بيواجه العالم بدرجة كبيرة ودرجة جديدة من الإجماع أنا شايف عشرات الألاف ومئات الألاف من المواطنين أمام الليجان الانتخابية والحقيقة الثقافة دي بتاخدنا برضو المصريين بياخدوا الأجواء الانتخابية لشكل كارنفالي بتجد موسيقى قدام الليجان بتلاقي الناس بيوح يتقابلوا قدام الليجان بتلاقي مجموعة من الأمور ودي جزء من الثقافة المصرية المتجزلة لأن احنا بنتكلم مش مجرد ثقافة احنا بنتكلم على حضارة سنوات طويلة كل سنة فيها طرقة أثر في الوعي الجمع للمصريين النهاردة المصريين بيخرجوا للانتخابات علشان يحددوا مصرهم ويحددوا مين يمثلهم خلال الست سنوات القادمة وأنهم يرسلوا رسالة للعالم أن المصار السياسي والمصار الديمقراطي هو المصار اللي اختاروا المصريين علشان يحققوا ويصنعوا مستقبلهم ركيسة الاستقرار هي الأهم ويركيسة الاستقرار بتتحقق بالاستقرار السياسي وبعديها بيخرج منها كل أشكال السياسات يعني الأمور الاقتصادية هي سياسات اقتصادية الأمور الاجتماعية هي سياسات اجتماعية الأمور الأمنية هي سياسات أمنية لكن في النهاية كل السياسات دي عشان تخلق سياسات عامة رشيدة يجب أن يكون لديك استقرار سياسي المصريين استوعبوا هذا الأمر استوعبوا ودلالة هذا الكلام هو نزولهم بهذا الشكل يعني النهاردة أثناء متابعتي للعملية الانتخابية وسير العملية الانتخابية أنا بشوف تواجد فوق المتوقع من المصريين أمام كل الليجن ده من اللحظات الأولى لبدء العملية الانتخابية الحقيقة يعني مقدار شانسة الدور المهمة اللي بتلعبه الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات منذ انشأها سنة 2017 بديلا عن اللجنة العليا للانتخابات باعتبارها لجنة دائمة أو هيئة دائمة يعني لها الاستقلال الفني والمالي والإيدي بتقوم بعمليات قمة في الشفافية قمة في الدقة في التيسير للمواطنين للإدلاء بأصواتهم مش هنسى أبداً الدور العظيم اللي لعبته الهيئة الوطنية للانتخابات إن هي تقدم النموذج كيف تضاري العملية الانتخابية في ظل جائحة طبية مثل جائحة كورونا في انتخابات مجلس النواب والشيو وبالمناسبة النموذج المصري دوريس وتم الاحتزاء به في عدد من النمازج من الدول علشان يقوموا باستحقاقات دستورية في ظل الجائحة العالمية النهاردة بردو ترسيخ ثقافة الانتخاب لدى المصريين في الخال دولة 30 يونيو هي اللي قامت بهذه المسألة وفتح باب السفارات والمصريين بيجوا من كل ويتكبدوا مشاقة الذهاب إلى السفار علشان يضلب وأصواتهم بهذا العدد وبهذا الكب اتفاجأت برضو بفكة مشهد اللي هي البطاقة الانتخابية المتعلقة ببرايل علشان بلغة برايل علشان المكفوفين الحقيقة بقى عندنا نمط ديمقراطي يبنى عليه نمط ديمقراطي الحوار الوطني ساهم فيه بشكل جديد الحوار الوطني اللي فتح النافذة لكل الأحزاب ولكل القوى السياسية وعودة روح وإجماع 30 يونيو احنا شايفين النهاردة روح وإجماع 30 يونيو في الشوارع وأمام اللي جاء وشايفين مشهد سياسي يليق بالدولة الوطنية المصرية فيه تعددية سياسية تعددية حزبية وهو النسق الذي يسمه الدستور في المادة الخمسة منه فيه فكر وفيه أنه يعني مع كل التقدير والاحترام طبعا للجنة الوطنية للانتخابات الحقيقة زي ما حضرتك تفضلت وزي ما احنا شوفنا سواء في انتخابات المصريين في الخارج أو هنا وإحنا يمكن بدأنا من الساعات الأولى من صباح اليوم ما سابتش حاجة للظروف ما سابتش حاجة للصدفة كل مواطن مصري أي مكان وضعه أي مكان حالته أي مكان مكانه أي حد عاوز يدلي بصوته كم التسيرات والتسهيلات اللي تقدمت للناس كان كبير الحقيقة ويمكن ما شوفتش يعني نماذج مشابهة في كتير من الاستحقاقات الدستورية في دول العالم زي ما حضرتك تفضلت وده يمكن اللي خلى يمكن الكتفات كانت عالية جدا من المصريين في الخارج اللي الحقيقة أبهرونها كالعادة والإحساسهم بمسؤولية مضعفة أنهم بيمثلوا اسم مصر في الخارج وإحنا غيرين جدا كمصريين على اسم مصر الحقيقة فيه إدارة فوق رائعة لهذا الأمر مسألة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات مسألة أن يكون هناك قاضي لكل صندوق مسألة وجود ساتر علشان الشخص يخش للانتخابات وصندوق شفاف ويكتب المرشح اللي هو عايزه بدون أي شكل من أشكال الإملاءات وجود التغطية الدولية والمحلية من الإعلام نحن فاتحين أبوابنا أمام الجميع للتغطية الإعلامية للاستحقاق الانتخاب وجود متابعة محلية ومتابعة دولية ومتابعين من كل دول العالم الحقيقة إدارة بتتسم بالنزاهة والشفافية الشديدة والإفصاح أمام الجميع منظمات مجتمع محلي مدني محلي منظمات مجتمع مدني أجنبي منظمات إعلامية كذا كذا الحقيقة كمان أنا حابب أشكر الإعلام المصر الحقيقة الإعلام المصر هوجم كثيرا لكن احنا شايفين النهاردة تغطيته للهيزة الاستحقاق الانتخاب وقبلها كان ليه دور بارز في فتح الممارسات الإسرائيلية والتعتيم الإعلام الغربي على اللي حصل في الأراضي الفلسطينية ملف الإعلام بأزرعه الأربعة نتكلم عنه اشتركوا في القناة